تعالوا بقى نروح على حاجة مهمة جدا وانا عجبني بالمناسبة تصريح وجملة قالها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر بتاع النهاردة هبدأ لك الاول بالجملة قال ان برنامج الطروحات اللي عاملاء الحكومة اصبح برنامج للدولة غير مرتبط بالازمة ده معناه ايه؟ معناه ان الدولة ماشية بخطوات مدروسة وثقة مفهومة كويس جدا في مسألة خروج الدولة من جوانب من الاستثمار من كثير من الشركات الى اخره وبتبدأ العملية بتاع الدخول القطاع الخاص والاستثمار الاجنابي المباشر وما الى ذلك في هذا المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي اكد على انه اتخاذ الدولة لتعديلات وصفها بالثورية في قانون الاستثمار التعديلات توصف فعلا بالثورية لانها تعديلات عمليا غير مسبوقة عمليا ما كناش بنتخذ مثل هذه الاجراءات هذه الخطوات هذه الطريقة في التسويق لشركتنا وبعض المؤسسات بعض الى اخره الطريقة دي ما كانتش موجودة عندنا بل ما كناش بنفكر ان احنا نستخدم هذه الطرق كما يستخدمها او هذه التعديلات كما يستخدمها العالم عندما يقدم شركات ومؤسسات مختلفة خلال المؤتمر الصحفي كل ده حصل نهضة في المؤتمر الصحفي اللي كان فيه العاصمة الادارية حكيت لك انا برحل العاصمة لا مش هحكي النهار ده تاني اشار الدكتور مصطفى مدبولي الى ايه ان الدولة تعتزم مش مجرد النية السماح للصناعات كثيفة الطاقة بانها تشتغل بنظام المناطق الحرة ده على سبيل المثال للحصر وبيعلن الدكتور مصطفى مدبولي انه هناك نجاح لبرنامج الطروحات المصري في الحصول على واحد وتسعة من عشر مليار دولار طيب جم منين ده جم نتيجة التخارج اللي حصل من شركات الدولة وطرحها امام الاستثمار وده كان لحد تلاتين ستة اللي فات اشار الدكتور مصطفى مدبولي كمان الانه الفترة اللي جاية هتشهد الاعلان عن طروحات اخرى بقيمة مليار دولار طيب كل ده خط في خط تاني وهو مهم جدا الدكتور مصطفى قال الدولة بتستهدف ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية وحدد ارقام في زيادة الحصيلة الدولارية تقريبا حوالي 191 مليار دولار سنوي كمان اشار الدكتور مصطفى الى مجموعة من النسب المئوية للدولة بتستهدف الوصول اليها سواء اذا كان في الصادرات السلعية او في السياحة وازون كان الرقم او النسبة المئوية حوالي 20% زيادة خلونا نسمع جزء من هذا المؤتمر شديد الاهمية وبعدين نرجع نكمل الكلام هدف الدولة في هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية المختلفة عشان يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة والاهم كمان ازاي ان احنا نزيد من حصيلة الدولة من النقد الاجنبي لان دي دايما هي التساؤلات اللي احنا كلنا بنتساءل حنعمل ايه في ازمة الدولار وحنعمل ايه في ازمة العملة الصعبة وانتو كدولة لازم تقولولنا احنا بنتحرك ازاي في هذا الشهر اللي عايز اقوله يمكن فيما يخص المحور الاول موضوع مشاركة القطاع الخاص والحقيقة يمكن احنا دخلنا انا بقولها بمنتهى الامانة بتعديلات ثورية في قانون الاستثمار واخدنا الحقيقة العديد من قرارات الكبيرة جدا اللي كان القطاع الخاص بيحلم بيها فيما يخص مناخ الاستثمار ويمكن كان عقد الاجتماع الاول للمجلس الاعلى الاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني دي بداية انطلاقة كبيرة جدا في تفعيل العديد من القرارات بنعلن النهاردة ان احنا حققنا يعني عقود مع القطاع الخاص اللي هتعلنه معالي الوزيرة باجمالي واحد وتسعة من عشرة مليار دولار امريكي اجمالي اللي هتعلنه معالي الوزيرة ان احنا كدولة بنتخرج من عدد من الشركات باجمالي واحد وتسعة من عشرة مليار دولار منهم حصيلة دولارية بالفعل هتدخل واحد مليار وستمائة وخمسين مليون الباقي اللي هو ميتين وخمسين مليون دولار دي احنا اخدهم بالجنيل مصري او خدناهم بالفعل لان جزء منهم اللي هو كان الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى اللي معلي وزيرة التخطيط هتتكلم عليهم ولكن ما تم تنفيذه حالياً واللي بنعلنه إن إحنا عملنا بإجمالي واحد وتسعة من عشرة مليار دولار في خلال الفترة القليلة جداً القادمة هنعلن عن مجموعة أخرى بتتجاوز المليار دولار بس هنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها في خلال الفترة الجاية إن شاء الله أنا قاعد مركز أصلي بصراحة مع كل كلمة وقال يعني مركز جداً كمان بالزاد في الأرقام